ومن هنا تأتي فكرة القداسة في حياتنا إن فكرة القداسة في حياتنا في جوهرها لا تعني محاولتنا أن نصبح أفضل أو نتخلص من بعض الخطايا التي فينا لكن فكرة القداسة في الحياة أن أكون مثل الله فحيث أن الله مختلف فالله يدعوني أيضا أني أنا في سلوكي وحياتي أكون شخصا مختلفا أركز على جزئية الله قداسة تعني الطهارة المطلقة آيات تثبت هذا مثلا يقول لنا الرسول يحنى في العهد الجديد الله نور وليس فيه ظلمة ألبت وده إعلان رائع وجميل نور قداسة طهارة وبالتالي من يقترب منه لا يستطيع أن يخفي شيئا نعم ففي ضوء أمام النور أو أمام الكشفات نحن مكشفون نعم قال عنه حبقوق النبي في العهد القديم وهو يخاطبه عيناك أطهر من أن تنظراء إلى الشر من أن تنظراء الشر وتراقبان أو تريان الجور يعني إيه دا إيه مستوى هذه القداسة أيضا أضيف أن النبي إشعياء الذي عاش تقريبا 700 قبل الميلاد وكان أفضل من في قومه في شعب إسرائيل في ذلك الوقت رأى رؤية في الهيكل رأى رؤية عن الله والملائكة الصرفين تحيط به وتصرخ هذه الصفة قدوس 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 مجدو ملء كل الأرض حتى أن الهيكل له أعتاب وأساسات قوية جد اتهزت ماذا فعل إشعياء فقلت ويل لي لأني هلكت فأمام هذا الكمال المطلق والقداسة الكلية بتظهر عيوبنا البشرية دي فكرة قداسة ترجمة نانسي قنقر